إلى أين يمضي العراق بعد 16 عاماً مر على بدء الغزو الأمريكي وابتداء مرحلة حكم جديد؟ أقل ما يقال فيه أنه فشل في تقديم أي نموذج ديمقراطي فضلاً عن مساهمته بشكل رئيس في جعل الفساد قاعدة أساسية اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة مشهد عراقي على كافة الصعود يمكن تسميته بالفوضى الممنهج والمقصودة هندستها واشنطن وسهمت في تنفيذها إيران بالاعتماد على الأدوات السياسية المحلية حيث سهم الاحتلالان في إدارة الحراك السياسي من خلال دعم الحركات والأحزاب دون النظر إلى برامجها أو طبيعة نشأتها الأمر الذي أدى إلى نشوء صراع بين هذه الكتل تبعاً للمصالح المادية والسلطوية ومع تفكك الجيش العراقي والأجهزة الأمنية أصبح الجو الأمني مناسباً لظهور المجامع المسلحة عشرات الميليشيات أصبع لها اليد الطاربة في عمق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فعلى الصعيد الأمني مكنت الفوضى الميليشيات من استلام الملف الأمني فانتشرت ظاهرة الأحكام العرفية والاعتقالات العشوائية ضد المدنيين وكلها تنبع بالدرجة الأولى من دوافع طائفية علاوة على دوافع التسلط والاستئثار بالسلطة وكم أفواه الساخطين من نهب ثروات البلاد ورهنها للدول الخارجية وعلى الصعيد الاجتماعي أصبحت الجريمة المنظمة جزءاً لا يتجزأ من يوميات المشهد العراقي تزايدت حالة السطو والسرقة وانتشار أصابات الاتجار بالبشر والمخدرات المدمرة للقيم المجتمعية أما الاقتصاد ففي كل عام تعلن الحكومة عن أرقام انفجارية من الموازنات ومع ذلك تضيع تلك الأموال بين النهب والاختلاس والصفقات المشبوهة بينما معدلات الفقر والبطالة والجهل والأمية وصلت حداً يفوق الوصف كل ذلك نقطة في بحر الفوضى والخراب الذي عم عراق ما بعد الغزو ولا ثمة ما يؤذن بزوال ذلك الكابوس في ظل التعم الدولي عن الكارثة وموت الضمير السياسي الحاكم